موسيقى حسيزي المشاهد أهلا بيك وسؤال صعب مع الأنبى مكسيموس أهلا وسهلا وجود نيافتك معاني أهلا بيك جنب الأسيس وأهلا بكل أسئلتك هل ورث الإنسان خطية آدم نفسها أم ورث الطبيعة الفاسدة وإذا كان آدم محور تكب الخطية فما ذنب الجنس البشر طبعا الموضوع ده موضوع خلافي برضو جذوره هي الفروق في التفكير بين اللهوت الغربي وبين اللهوت الشريح وطبعا الأرثى قواعد الفكرة في اللهوت الغربي قديس أوسطينوس اللهوت الغربي يرى أن الموضوع موضوع قضائي فأن الإنسان أخطأ فقد صار مجنبا ومن ثم فإن جرمه يورث دنبيه ومن ثم فموت المسيح هو لدفع تمن هذا الدنب وده الأثمر النظرية اللي نشرها إنسان ابتداء من القرن الاثناشر اللي بعد كده انتشرت من خلال حركة الإصلاح وتمنتها الكنائس الكاتوليكية والكنائس البروتستانتية احنا عندنا بقى في الشرق الأرتولوكسي عندنا فهم مختلف لخطية الإنسان الأباء الشرقيين يروا أن الخطية مرض وأن الإنسان مارض بالخطية ومن ثم فهو بحاجة إلى الشفاء وعليه فيروا أن صليب المسيح وقيامته هي علاج وشفاء الذي أصمر تجديد الطبيعة فكرة تانية ومن ثم فالأباء الشرقيين عندنا لا يروا ولا يوافقه على وراسة الدم ولكن على وراسة الموت نفسه أو الطبيعة نفسها الميال للخطية كمان فكرة أنه لازم الإنسان يخطي إحنا معطلدين عليه خديث مكاريوس الكبير قال إن الإنسان كان قادرا على أن يطيع الوصية قبل النعمة وإلا ما كانتش الوصية أعطيت لي البرهان بقى اللي بيقدموه الشرقيين على كده وصار أخنوخ مع الله ونقل لكي لا يرى الموت فلو كان أخطأ زي الباقيين كان اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع لا هو مش بالجميع وعشان كده الموت ما اجتاز سئلي فإذا ما يرى الشرقيون ليس أن الإنسان يورث الدم ولكنه يورث الطبيعة المائتة وده ليس معناه إنه لازم يخطي لكن معناه إن الأمورتيونيتي بتاعة الخطية هي الأقرب ليه من غير النعمة شكرا جزيلا وبشكرك عزيزي المشاهد ونتقابل المرة الجاية وسؤال آخر أنا 가ك عزيزي المشاهد اشتركوا في القناة